اشتركوا في القناة للبلاد المعظم حافظه الله ورعاه ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الرئيسي مجلس الوزراء حافظه الله لمنظومة التطوير والتحديث بوزارة الداخلية وإطلاق المبادرات والبرامج الهادفة إلى تأمين السلامة العامة وأعرب معالي عن شكره وتقديره لجهود الدفاع المدني من ضباط وضباط صف وأفراد وما يتمتعون به من احترافية في الأداء مؤكدا على أهمية مراجعة الإجراءات بشكل دوري والمضي قدما في تعزيز التدابير الوقائية للحماية المدنية والوقوف على مستوى الاستعداد والجاهزية لمواجهة أي مخاطر محتملة كما حثم عليه رجال الشرطة الذين انضموا حديثا إلى الدفاع المدني على أهمية مواصلة الجهد والعطاء والالتزام بسرعة الاستجابة والتعامل المهني مع الحوادث وفق الخطط الموضوعة والإجراءات المعمول بها وخلال الزيارة تفقد معالي وزير الداخلية الآليات الجديدة التي دخلت الخدمة في إسطول الدفاع المدني وتتميز بفعليتها وقدرتها على تحقيق مبدأ سرعة الاستجابة والتعامل مع البلاغات بمهنية عالية حيث أنها مجهزة بأحدث التقنيات مما يجعلها قيمة مضافة في مجال تعزيز إجراءات الأمن والسلامة من جهته أشاد العميد علي الكبيسي مدير عامل إدارة العامة للدفاع المدني بدعم معالي وزير الداخلية ومتابعة سعادة رئيس الأمن العام لخطط وإجراءات الدفاع المدني موضحا أن تحديث الأسطول الفني وأليات الدفاع المدني سيكون له عكاس إيجابي لتحقيق مبدأ سرعة الاستجابة وأضاف في كلمة ألقاها بهذه المناسبة أن الإدارة العامة للدفاع المدني سيكون لها دور فاعل في تفعيل مشروع التطوع لفتا إلى الدور الحيوي للدفاع المدني في الأزمات والكوارث بعد ذلك اطلع معالي وزير الداخلية على إيجاز بشأن المنصة الوطنية للحماية المدنية وما تحتويه من مواد وفقرات توعوية ثم تفضل معاليه بتدشين موقع المنصة مؤكدا أن الشراكة المجتمعية أصبحت واقعا حضاريا في منظومة البناء والاستقرار التي تنعم بها مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وبمتابعة كريمة من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله وأوضح أنه في إطار تضافر الجهود الوطنية وتكاملها من أجل بناء مجتمع آمن قائم على الوعي تم إطلاق المنصة الوطنية للحماية المدنية والتي أصبحت الآن متاحة للجميع كمشروع وطني في مجال تعزيز السلامة العامة لافتا إلى أن المنصة تتيح للمواطنين الوصول إلى المعلومات التي تهتم بسلامتهم بطريقة حديثة وتعمل على تعزيز الثقافة الأمنية في المجتمع من خلال توظيف التقنيات الحديثة في هذا الشان وقال معالي هذه هي المرحلة الأولى من إطلاق المنصة الوطنية وستتم عملية التحديث والتطوير بشكل دائم كونها من الصداد طابع تفاعلي وتهدف إلى تثقيف وتوعية المجتمع في مجال الحماية المدنية لافتا إلى أن المحافظة على السلامة العامة تتطلب وبشكل أساسي معرفة ما يجب على الفرد القيام به وأن يكون متسلحا بالمعرفة والمهارات اللازمة للتصرف فورا حتى يكون عونا للفرق العاملة من خلال الشراكة المجتمعية البناء في سياق متصل أعلن معالي وزير الداخلية عن بدء مشروع التطوع لخدمة الدفاع المدني تفعيلا للشراكة المجتمعية ويهدف المشروع إلى تأهيل وإعداد وتنظيم المتطوعين وتعزيز السلامة والوعي الوقائي لدى المجتمع حيث يتم اختيار المتطوعين وفق اشتراطات محددة وتصنيفهم إلى فئتين هما متطوع عام وآخر متخصص ومن ثم تأهيلهم ودمجهم تدريجيا في العمل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر